موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة في مساق نظرية الأعداد الجامعة الإسلامية حنكمل الموضوع اللي بدناه المرة الماضية اللي هو العامل المشترك العالم تحدثنا المرة الماضية عن عوامل العوامل المشتركة وأخذنا بعض الخواص حنكمل اليوم وحنبدأ في تعريف التعريف الأول لو اجينا اخذنا لنهاء من العوامل أو كل العداد اللي هي عبارة عن عوامل السفر معناته انه صار في عندي عشان هيك الان احنا حنفرض انه واحد منهن على الاقل مش سفر الآن بدنا نعرف شو معنات الكمان انتجر d is set to b. command divisor of a و b. if both d تقسم a and d تقسم b. هذا العوامل المشترك. طبعا لو كانوا حتى التنين سفر في حالة العامل المشترك بينهن بنفع نقول عامل مشترك بينهن. لكن الاعلى بعد شوية بنفعش ليكون واحد على الاقل منهن مش سفر. لأن بعض الملاحظات عنده دائما الواحد عامل من عوامل اي عدد في الدنيا. الواحد دائما بقسم الاي. بناء علي. the set of all divisors of a is not empty. يعني مجموعة قواسم العدد اي غير ايش ما قالها غير خالية. واضح? ومش هي هاده كمان مجموعة مجموعة يعني الواحد بقسم الاي والواحد بقسم البي بناء علي مجموعة القواسم المشتركة للا اي والبي برضو ننمتي لانه الواحد ايش ما له موجود في هي القواسم او واحد من القواسم المشتركة بين الاي والبي. طيب الان الواحدة الثانية اللي قلتها قبل شوية. the set of positive common divisors of zero zero is an infinite set. واضحة. but the set of positive common divisors of a is a finite set. لماذا الان مجموعة القواسم المشتركة بين الاي واللي هو لا يساوي سفر وبين السفر مجموعة القواسم المشتركة بين الاي لي لا يساوي سفر وبين السفر ازا finite set من هي بالزبط هي قواسم ال a وقواسم ال a في الاخر مدام العدد a لا يساوي سفر اذا قواسمه اللي هي finite number of elements اذا القواسم المشتركة بين ال a وبين السفر هي عبارة عن finite set بناء عليه نيجي لتعريف اللي هو ال greatest common divisor بدنا نعرف الان شو معنات العامل المشترك الاعلى بين عددين نفترض انه a و b اللي منتنزد بدنا نقول شو معنات ال greatest common divisor بين ال a وال b اللي هو بساوي d ما معنى انه يكون d هو عبارة عن العامل المشترك الاعلى بين ال a وال b بده يحقق شرطين لو لاحظت من خلال الحديث the greatest common divisor اذا اول ايش بده يكون common divisor يعني عامل المشترك والشغلة الثانية بده يكون the greatest يعني اكبر العوامل المشتركة فعشان يكفي عندي شرطين الشرط الاول انه يكون the common divisor ايش معنات common divisor معنات the d بيكسم ال a and the d بيكسم ايش ال b صار d عامل المشترك بين ال a وال b الشرط الثاني هو the greatest one ايش معنات the greatest one يعني ال d لو في عندي c بيكسم ال a and c بيكسم ال b يعني بمعنى اخر لو كان c عامل المشترك بين ال a وال b لازم then c يكون اصغر او يساوي مين ال d بنائنا عليه صار ال d هو اكبر العوامل المشتركة بين ال a وبين ال b اي سؤال طبعا مدام بنحكي عن اكبر العوامل اذا انا اللي بهمني العوامل مين الموجبة لان ال واحد واحد من العوامل المشتركة اذا اكيد اللي قبله السالبات يهمنيش عشان هيك بنحكي احنا لما بنحكي عن العامل المشترك الاعلى بنبحث في العوامل المشترك مين الموجبة واضح اللي بعده ناخد مثال لم طريقة طبعا لسه بداية على اللي هو التعريف وقل لي find the greatest common divisor بين الزيرو والسالب 12 وبدو the greatest common divisor بين ال 6 وال 19 وبعدين بدو the greatest common divisor بين بين السالب 8 و 42 الآن سهل الآن الجريسكو من divisor بين السفر والنقص 12 هنتطلع على مين اتطلع اله 12 اه لان السفر عدد لا نهاية من الاعداد قاسمها ال 12 مين هي قاسمها اللي هو ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 6 وال 12 اذا اكبر واحد فيهم انسى السالب قولنا ليش انسى السالب الماكسيمم لا ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 16 وال 12 واضح ايش palavras المتاوي اطنائش. ايش القاسم المشتركة بين الستة وتسعة عشة فيش لغير الواحد في غير الواحد قواسم الستة وتسعة عشة لان القاسم الستة واحد واثنين ثلاثة وستة ولا واحد من الواحد اللي هو يقسم الستعتاش. الان الناقص ثمانية واثنين واربعين. مش هنطلع على ثنين واربعين. هنطلع على مين? لا الثمانية. لان الان بدي العام المشترك الاعلى. لانه هذا اقل. واسهل لي في الحساب. وبيقدي الغلط. فهمين ليش? اللي هو بساوي. الماكسيموم لا. مين قواسم العدد ثمانية? اللي هو واحد والثنين. الاربعة بيكسمش ثنين واربعين. وبناء على الثمانية تقسمش اثنين واربعين. اذا من الماكسيموم بينين ايش مساوي? اثنين. اثنين. اثنين بين الناقص ثمانية واثنين واربعين هو عبارة عن الاثنين. الان اه عرفنا شو معنات اثنين واخدنا مثال او امثلة بسيطة بداية للسالة انو لو كانت الاعداد كبيرة اللي هو بالالاف بسير الطريقة طبعا غير مناسبة للإيجاد. اذا اكيد بعد شوية هيكون في عنا طرق تسهل علينا عملية الحسابات. نجينا نظريتنا الان الاولى حول اللي هو. النظرية تقول ما يلي. النظرية بتقول لنا لو كان في عندي اثنين او بي. ايضا لا اثنين او بي. يعني في واحد منهم على الاقل مش سفر الهان there exist integers x and y such that the greatest common divisor بين the a and b بنساوي x زائد by. اللي اللي بحكيه التالي انه لو كان في عندي a و b integers at least one of them is not zero. وعندي the greatest common divisor بين the a وال b بساوي d اذا قطعا هذه d يمكن كتابتها على صورة linear combination بين the a وال b بمعنى انه there exist x و y element in z such that ax زائد by بساوي h بساوي d. وهذه الصورة او الربريزنتيشن لديه على الصورة هذه هنلاقي بعد شوية فيه له فوائد كثيرة وابليكيشنز كثيرة يمكن تسهل علينا حلول مسائل واثبات نظريات لاحقا ان شاء الله. نيجي نشوف بدنا نثبت اللي هو انه d يمكن كتابتها على صورة ax زائد مين زائد by بدي استقي الان البرهان من المطلوب. بدي اخد خلينا ناخد الست اس. واسميها هي عبارة عن كل الاك الايو زائد البي ذي. اللي بتكون اكبر من سفر such that اليو والفي element in z. بدي اخد الاس عبارة عن the set of all linear combinations بين البي والاي بس بشرط بدي اخد مين منهن بس. اللي هنه اللي اكبر من مين من سفر. يعني اللي هو عبارة عن positive integers. بعد شوية حثبت لك انه الاس is non empty. مدامة الاس الاس is non empty. اذا صارت عبارة عن non empty set of positive integers. اذا حسب ال will ordering principle. it has a least element. الان least element تبحها هيكون في الاس. يعني هيكون على الشكل هذا. بدعي انا انه هذا الدي اللي هو least element هنا هو اللي هيكون اللي هو عبارة عن اللي هو ايش الدي. واضح ايش استراتيجية البرهان. اذا هاده الست اس وبدأ ثبتها non empty set وهي of positive integers. then it has a least element. this least element is the greatest common divisor دي. تنشوف التفاصيل الان. اذا الست اللي بنحكي عنها هي عبارة عن ست ايو زايد bv اكبر من سفر صاش دات اليو والفي المنت انزل. لاحظ ما يلي. طبعا احنا بنقول ال a وال b عبارة عن not both of which are zero. في واحد مننا على اقل ايش ماله. مش سفر. نفترض انه ال a ايش ماله. لا يساوي سفر. ماشي الحال. مدام ال a لا يساوي سفر اذا في حالتين له. يا ال a اكبر من سفر. يا ال a اصغر من ايش؟ من سفر. اللي هم بتعطيك concrete example على element اوين موجود؟ في ال s. اذا عطيتك مثال على element في ال s. بكون ال s ايش مالها؟ is not empty. يعني فيها element. شوف ايش اللي بيد اقول لك. مدام اي اكبر من سفر اذا ال absolute value لال a ايش هتساوي؟ ال a. مضبوطة لا. اللي هي بتساوي a في واحد زائد b في سفر. مضبوطة لا. اكيد. ال a اكبر من سفر؟ اذا ال absolute value لها برضو ايش ماله؟ strict اكبر من سفر. اذا كانت ال a اصغر من سفر برضو ال absolute value لال a هيساوي سالب ال a. ويساوي a في سالب واحد زائد b في سفر برضو اكبر من مين؟ من سفر. في كلا الحالتين كتبتلك ال absolute value على صورة a في عدد؟ زائد b في عدد. يعني linear combination بين مين؟ u و v و نوجودات في الزد. ومش هيك كمان. وال absolute value هذا اللي كتبت على الصورة هادي اكبر strictly من مين؟ من سفر. اذا صار عندي اذا ال absolute value للا a element مين؟ من s. اذا صارت عندي ال s is a non empty set of positive integers. then it has a least element. الان مدام الها least element بدي سميه call this least element ايش اسمه? d. هذا ال d وين هيكون؟ في ال s. مدام في ال s اذا صورته على الصورة هادي بمعنى انه there exist x y element in z such that d بتساوي ax زائد b y. اذا الان اللي عملته ما يلي. اللي عملته ما يلي. اثبتلك انه s فيها d. وهذا ال d اللي هو اصغر واحد فيها. وحتكون صورته بتساوي ax زائد b y. ادعائي الان انه بتثبتلك هذا ال d مين هو? the greatest common divisor بين ال a و ال b. طيب الان انه نوصلنا لانه d. اقدرنا نقول فيه least element في ال s. سميناه d. مدام موجود في ال s اذا صورته عبارة عن ax زائد مين زائد b y. الان بدنا نثبت انه هذا ال d ايش ماله؟ هو عبارة عن ال greatest common divisor بين مين؟ بين ال a وال b. اذا اول حاجة بدنا نثبت انه d بتقسم ال a. حثبتلك الان انه d بتقسم ال a. وفعلا سميلر لي حتكون ال d بتقسم مين؟ ال b. وبعدها بثبتلك انه هذا هو ال d هو ال greatest. فنشوف كيف. بيجي الان ناخد ال d وال a. ال d اكبر من سفر. وال a عبارة عن عدد. انتجار. اذا ال by division algorithm بدي اقول a على d. by division algorithm a حتساوي d في q زائد r حيث r اكبر وساوي سفر واصغر من مين؟ من d. by division algorithm معروف انه there exist unique q r such that a بتساوي d q زائد مين زائد r. حيث r اكبر ساوي سفر اصغر من مين؟ من d. لان لو اثبتلك انه r بتساوي سفر معناته صارت اللي هو ال d بتقسم مين؟ ال a. واضح؟ وسميلر ليه ال d بتقسم ال b. ماشي الحال؟ نشوف كيف بدنا نثبت انه r بتساوي سفر. الان خلينا حسبة بسيطة قبل. الان خلد r حساوي a ناقص d في q. واضحة اه؟ الان وين ساوي؟ ال a ناقص. ال d اي اش قيمتها? a x زائد by ناقص. a x زائد by y الكل مضروف في مين؟ في q. جمعوه لللي فيه ال a مع بعض واللي فيه ال b مع بعض. وخد ال a عم المشترك وخد ال b عم المشترك. اذا حيساوي a في واحد ناقص qx ناقص او زائد b في ناقص qy. اظبط؟ اذا صارت عندي اللي هو الصورة هذه عبارة عن a في عدد زائد b في عدد. بمعنى اخر صارت ال r عبارة عن linear combination بين a و mean وال b. ركز الان شوف كيف بده اصلك ال r بتساوي سفر. to prove that r بتساوي سفر سفر. اذا بدنا نفترض ان ال r ايه شمالها؟ مش سفر. بناءا على هذا اذا حتكون ال r strictly اكبر من مين؟ من سفر. ماشي؟ هادا حتعمل لي ال contradiction. الان بما انه r على صورة linear combination بين a و b واكبر من سفر. اذا ال r صارت وين وجودة؟ في الاس. طيب r موجودة في الاس. وانا r عندي اصغر من ال d. وال d is the least element من تناس اذا we have a contradiction. therefore r must be سفر. اذا مادام r بتساوي سفر. اذا صارت ال a على صورة d في q او بمعنى اخر d بتقسمين ال a. بنفس الطريقة اللي عملنا مع ال a بنعملوا مع ال b بنشيلها ال a وبس بنحط مكانها مين؟ ال b. بكون اثبتنا احنا الان انه صارت عندي ال an ال d اللي لقيتها بتقسم ال a وبتقسم ال b. اذا صار عندي ال d اذا ال d بتقسم ال a and ال d بتقسم ايش ال b. وطبعا ال d تبعتنا احنا ايش وجدناها صارتها? d بساوي ax زائد by for some x y element in z. الان بتثبت لك اللي هو انه وهي ال d اكبر عامل مشترك. كيف تثبت؟ بقول let c عامل مشترك بين ال a وال b. يعني نفترض انه c بتقسم ال a وال c بتقسم ال b. مدام بالنظرية المرة الماضية حتقسم اي linear combination بينهن؟ اذا حيعطيني هذا اكيد. then c بتقسم ax زائد by اي linear combination بينهن بما فيهن مين؟ هذا مدام c بتقسم d برضو بنظرية سابقة. send c بتقسم d اذا لابس اليود فاليو للصي اشماله اصغر او يساوي لابس اليود فاليو للد. اذا صار عندي لابس اليود فاليو للصي اصغر او يساوي لابس اليود فاليو للد. طبعا هي d عندك هي greatest common divisor يعني d positive. مزبوط ولا لا? اذا اذا ال d عارفينيش مزيتم? اصلا اكبر او يساوي واحد. اذا اكبر او يساوي اذا صار عندي لابس اليود فاليو للد ايش بساوي? d. لانو d موجبة. طيب. الان صارت لابس اليود فاليو للصي اصغر او يساوي d. اذا قطعا حتكون السي نفسها اصغر او يساوي ايش? d. لو كانت السي موجبة لابس اليود فاليو اصغر او يساوي د. لو كانت سالبة برضو اللي هو مين? اصغر من ال d اكيد. اذا صار عندي السي اصغر او يساوي د. من واحد واثنين لقينا انه بين ال a وال b مين هو? ال d. اللي هو لع صورة مين? على صورة اي اكس زائد بي واي حيثه اكس واي فور سم اكس واي المنتين مين? انزد. اذا نظريتنا بتاكد لنا بتقول لنا انه لو كان عندك ال a وال b اي 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 ا الكورولر الاولى الكورولر الاولى تقول ما يلي انو لو كان او بي عبارة عن انتجرز not both zero not both zero then the set t عبارة عن كل ال اي اكس زائد بي يعني ده ست اف اول لينيار كومبيشنز بتوين اللي هو او بي is the precisely the set of all multiples d او اللي هو بساولي قلسكم الدفايزور بين الا وال بي وكأنو بيقولي انو لو كانت او بي عبارة عن انتجرز not both zero أو at least one of them is not zero then التي لمسمية لديه set of all x بي such that x y element in z تساوي بالضبط the set of all multiples and element in z هي عبارة عن the set of all multiples من مين من التي معايا يعني أي element على الصورة هذه بيكون عبارة عن n في d for some n وأي n في d هيكون على الصورة ax by for some x y element in z إلى let خلينا ناخد element هنا يعني خلينا لو سمينا هذه الالمنت عبارة اللي الست عبارة عن s ل أي element in s اللي هو a element in s هذا معناته أنه a بيساوي n d إذن a بتساوي n d for some n element in z واضح واضح أخذت element هنا إيش الالمنت اسمه n في d بدي تثبت لك أنه الان d هذا إيش ماله على الصورة هذه بدي تثبت لك واضح ال d هي عبارة عن ايش قبل بشوية قلنا عنها من النظرية عبارة عن عن في d d بما أن d بساوي الجلس كومن دوفيزر بين a وال b إذن it can be written as a x naught زائد b y naught for some x naught y naught element n z مضبوطة لا لا إذن هذا حيساوي a فعن x naught زائد b فعن y naught هذه اللي هي x وهذه y صارت اللي هي n d وين موجودة في t مدام اللي هو الان d في t إذن صارت اللي هي t اللي هو s s أو t تحتوي s واضح ها كون غيرثلي خلينا ناخد أي element هنا أي element في t معنا تصار element هذا على صورة ax z h by ax على صورة h by احنا بنعرف بنعرف أن d أصلا اللي هو عبارة عن بين a و b إذن أكيد d بيكسم a والd بتكسم b وفي نظرية سابقة إذن d بتكسم من من ضمن هن مين ax زائد b y إيش معنات هذا معناته أنه صار عندك x زائد b y بساوي n في d for some n element and z إذن صار عندي اللي هو x زائد by موجود في s إذن صارت t جزئية من s إذن صارت t بتساوي s وهذا يعني اللي هو the set t of all linear combinations of a و b is precisely the set of all multiples of d the set of all multiples of d أي سؤال نيجي للنظرية أو الكورولاري اللي بعدها قبل الكورولاري فيه عند definition definition اللي هو بنقول كما دي بنقول إنه two integers a و b are relatively prime relatively prime if the great common divisor بين a وال b يسوح أوليات بالنسبة لبعض مش أعداد أولية طبعا استئناسا بتعريف العدد الأولي إنه العوام مشتركة اللي بين هين التنين أو هو مين الواحد يعني بنقول a و b بي relatively prime يعني ال greatest common divisor بين a وال b بيسوح ايش بيسوح معايا ها بنسمي إنه العددين بيسوح بيسوح نيجي الآن للنظرية اللي عندي التالية لو كان عندي a و b integers not both are 0 then a and b are relatively prime if and don if there exist x y إيش بيساوي 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 1 الآن هادي النظرية if and don if واضح ها بتقول لي إنه a وال b relatively prime if and all if there exist x y element in z such that ax زائد b y إيش بيساوي 1 معايا أو بمعنى آخر هدا شو معناته بين a b بيساوي 1 إذا وفقط إذا there exist x y element in z such that x z by إيش بيساوي 1 لأنه تعريف relative prime هايو الآن نيجي نبرهن proof proof البرهن سهل لأن suppose that the greatest common divisor بين a وال b إيش بيساوي 1 قابل بشوية قلنا ما دام the greatest common divisor بين a وال b بيساوي d أو كده أو اللي هو إذن هذا بنقدر نكتبع على صورة linear combination بين a وال b إذن by theorem اللي قبل شوية لننكر رأي إليها هتيجي إليها كده أكيد هنستخدم النظرية إذن إذن باي the above theorem there exists x y element in z such that ax by بيساوي لgreatest common divisor بين a وال b اللي هو إيش بيساوي وهو المطوب الأول conversely conversely suppose that suppose that إنه there exists x y element in z such that ax زائد by بيساوي واحد معايا جماعة نفطرض إنه 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 في x y المتن زائد بحيث إنه x z by y إيش بيساوي 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 تثبت لك the greatest common divisor between a وال b إيش بيساوي بيساوي واحد ها الآن نفطرض إنه the greatest common divisor بين a وال b إيش اسمه d مظبور مدام the greatest common divisor بين a وال b بيساوي d إذن d بتقسم a d بتقسم b وبتقسم ax زائد b وعلا وبتقسم كل الهين الـ combination بين هن ما نضمن هن هذا اللي هو إيش مساوي d بتقسم الواحد وال d أصلا أكبر من أو تساوي واحد إذن d إيش بتساوي ساوي واحد إذن صار عندي اللي هو the greatest common divisor من a وال b مساوي واحد طيب انتبهوا بعض الملاحظات حول الكورولاري الآن من الآن وطالع لو كان عندي ax يعني إحدى الطرق لإثبات أنه أنه integers are relatively prime أنه ax زائد by بساوي واحد إذا أثبتنا x زائد by بساوي واحد معنات وما يلي the greatest common divisor بين a وال b بساوي واحد وال greatest common divisor بين a وال b بساوي واحد وبين a وال y بساوي واحد اش معنى الآن وال greatest common divisor بين x وال b بساوي واحد وال great common divisor بين اللي هو x وال y بساوي ايش واحد يعني الآن إذا كان صار linear combination بساوي واحد معنات the greatest common divisor بين هذه وهذه 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 وإن إيش بساوي بساوي واحد لكن مش بين a وال x أكيد الآن من لحظة أخرى احنا قلنا قبل بشوية عندي لو سألنا سؤال خلنا سأل سؤال هنا عندي النظرية بتقول the greatest common divisor بين a والb بساوي واحد إذا وفقط إذا there exist x y اللي متنزل سجدات ax z by بساوي هو واحد لو لقينا إنه ax z by بساوي d بساوي d هل اللي هو بتشتغل f عن دول f هدي بساوي d يعني لو كان عندي الآن الآن مقول prove or disproof the greatest common divisor بين a والb بساوي d if and all if there exist x y اللي متنزل سجدات ax z by ايش بساوي بساوي d الاتجاه هذا أكيد صحيح لأنه ما كان the greatest common divisor بين a والb بساوي d أكيد حنلاقي ax z by ايش مساوي d أكيد النظرية النظرية الأولى لكن لو كان هذا مساوي هذا ليس شرطا ال a والb ايش ما لهم يعني عطونا مثال في عندك infinite number of examples ها تلكم يعني الآن العامل ايش زائد بي y مساودي يعطيني العامل المشترك الأعلى بينهم مساودي ها هيخود ال a 1 1 في 4 زائد 1 اللي هو ها يعني خلي هذا 1 وهذا 1 ها 1 في 4 ب 4 زائد 1 اختار لك عدد في 3 4 3 7 ها ايش اللي جرسكو من دوفيزور بين ال 1 و ال 1 كتير كتير من العداد هتلاقي أمثلة يعني لو ضربت لك أمثلة كتير هتلاقيها بتزبوتش فاهمين اللي جرسكو من دوفيزور بين ال 1 و ال 1 ايش ما له اكيد مش سبعة وهي كدر تلاقي كتير اي سؤال تفضل مجدنا ال x y ممكن لك او ال 1 ممكن عدد على ال 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 لا 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 طبعا لا لا ممكن اتلاقي اه ممكن اتلاقي اه اه اي سؤال اتجرب لك على ال 1 هتلاقي 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 كتير خد اللي هو x زائد by بساو 1 ف اصلا احنا قلنا بين ال a يعني الان اعتبر ال a الان عندك ال a x زائد by by بساو 1 ال a عندك مع ال x مع y وال a مع b وال x مع كده وال x مع الكده والجرسكو من دوفيزور بساو 1 هتلاقي اكثر من ال representation فين ال combination ويطلع لك نفس ال على ال 1 قصدك انت طبعا مش ً مو تثبتش اصلا مش صح اصلا فيه اتجاه مش صحيح ً اقول اقول واحد ً ً ً ً ً ً ً بيساوي قديش اتنين الان الاثنين بيساوي الان مثلا واحد في اتنين زي زيرو في اربعة ويساوي الان حط الان حط هادي مثلا غير الواحد اه حط الان اتنين في اتنين اللي هو عباره على اربعة او اتنين او خلينا نقول اربعة في اتنين بتمانية تمانية زائد سالب واحد فاربعة مزبوط ولا بيطلع قديش سالب واحد 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 عنا او سالب واحد واحد وكتير فيه بتشيل منها اكيد اللي ان الكمبنائشن اي شماله is not unique طيب طيب اللي بعدها إذا إذا بساوي واحد سهلة نعمل له مع بعض عندي the greatest common divisor بين the a وال b بساوي d بيعطيني طبعا بيعطينا حرية يعني هنلاقي الابليكيشن نزيلها كثيرة the greatest common divisor بيعطيني طبعا كورينر اللي قبل بشوية فكر كيف تستخدم اللي قبل بشوية يعني d حتساوي ax z by for sum x y تفهمين واضحة الآن x من الجهتين على d وبقدر ليش بقدر لأن d هي بتكسم من اي وتكسم من مين يعني a على d b على d integers اذا صار عندي واحد بساوي a على d fix زائد b على d في مين في y اذا من النظرية القبل من الكورينر اللي قبل بشوية هاد الاتجاه التاني اذا صار عندي the great common divisor بين a على d والb على d بساوي 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 واضحة طيب بساوي نشوف الاسلة لكم هذي نشوف نجيبوها prove or disprove اذا كان a بتكسم c والb بتكسم c ذن a b بتكسم c معايا بتكسم بساوي a نشوف ايش نقول اول اشي نشوف a بتكسم c والb بتكسم c نشوف هذي اول اشي ابيعطيني انه a في b بتكسم من c كتير بتكسم 12 كرر حاجة عشان ما تطلعش كمال اه بصير 8 بتكسم 12 فهمين لكن لكن لو واحد جرب يجيب مثال قول اثنين بتكسم 12 والثلاثة بتكسم 12 ومش حوزبط لانه اذا كان هادي وهادي بينهم واحد كل سنة متسالم هذا بيعطيك اللي هو حاصل ضربهم بكسم مين وهذا اللي بقودنا لمن من النظرية اللي بعدها يعني مثالك اللي بدك تجيبه قوعه تجيب فيه واش بيساويه واحد لانه اكيد بيضبط الان كان الكورولاري اثنين ف A بتكسم C والB بتكسم C اذا وكان الـ وكان الـ اذا الـ A في الـ بي ايه شمالها؟ بتكسم مين؟ بتكسم السي ماضح؟ آم قلتك احدا الطرق لا اثبات ان او بيكسم انك تثبت تاng واضح ها؟ بيعان اكيد هناخد كثير شغلات مش شرط انه نستخدم هذا مباشرة مش دائما بتكون هي خلينا نقولي الانسب واضح ها؟ مستخدمنا استخدمنا معطيات من بعض وبدون نستخدم قابلية الهو division algorithm division algorithm تستخدمناها عشان نثبت دي بتقسم A او دي بتقسم B بس في النظرية اللي قبل شوية معايا ها؟ عندي الكورولاري A بتقسم C وB بتقسم C والعامل المشترك الاعلى ومعايا شباب ها؟ يعطينا A في الب بتقسم C اه 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 هدي احنا بدنا نبرهنها بدنا نبرهن هالي المثال احنا جيبنا كامتر ايزامبل اول اشي وتعمدنا انه ما يكونش بين A والB وB اللي هو بساو واحد عشان يزبط مثالنا على انه يقول لك انه هديك in general is not true واضح؟ لكن لو حطيت الكنديشن انه العامل المشترك الاعلى بين A والB بساو واحد اذا بيصير عندي اللي هو النظرية صحيحة او الكورولاري صحيحة نيجي الان عندك A بتقسم C والB بتقسم C بترجم بس A بتقسم C اذا C بتساوي ايش مسميه هو A فعر او لا A فعر خلنا ازاي ما هو بسميه فهمين ايش معلاته for some R اللي متنزل والC بساوي B فيش مسميها ايش مسميها فاس السي برضو مسميها بي في مين فاس معايا او عندي اكيد حنستخدم هدي العامل المشترك الاعلى بين A والB ايش بساوي بساوي واحد اذا اكس زائد بي واي بساوي ايش بساوي واحد احنا بنصال AB بتقسم مين السي اضرب لي يقوله في مين في سي ولا لا ايش رايكم معايا الان بصير عندي سي بساوي هيك بدكم C A X زائد C B Y مسبوق الان عوض عن السي بدي اطلع عندي هنا ايش ماله بدي اطلع A في البي عشان تطلع لي عامل مشترك عساس اكتب هذا على صورة A في بي ايش فالان بدي اعمل وضع عن سي بساوي اي ار وين عوضها وها فامين ويساوي السي اللي هانا ليه بي في اس A X زائد السي اللي هانا A R B Y ويساوي وضحت الصورة A B في اس اكس زائد ثوال صح ولا لا اذا صار عندي اذن A B بتكسم مين السي اللي هانا صارت على صورة A B في سام انتجر ايه كورولر اثنين اذا الان نجمي اللي اللي حكيناه اذا احنا اتحدثنا على الجريتس كومن ديفايزور الجريتس كومن ديفايزور بين الا والبي سمينا دي قلنا شو معنات الجريتس كومن ديفايزور ومن ثم اللي هو وصلنا بنظرية انه الدي كان بيريتن على صورة اي اكس زائد بي واي ومن ثم اجينا اوصلنا انه في حالة الجريتس كومن ديفايزور بين الا والبي بساوى واحد يمكن الحصول على نتيجة بف ان دول لف اللي هو الجريتس كومن ديفايزور بين الا والبي بساوى واحد اذا وفقط اذا اللي هو اي اكس زائد بي واي مساوي واحد فور سم اكس واي المنت ان زد لكن في الحالة الاولى قلنا بس اتجاه الاول اذا كانت الجريتس كومن ديفايزور بساوى دي بيعطينا انه دير اكس واي المنت ان زد سجدات دي بساوى اكس زائد بي واي وقلنا دا كونبرس ندنطو بي ترون جنوى وقلنا مثال وبعدين ايجينا قلنا بناء ان هذا الحديث لو اعطينا الجريتس كومن ديفايزور بين الا والبي بساوى دي من خلاله بقدر اصل انه اللي هو الجريتس كومن ديفايزور بين الا على دي والبي على دي بساوى اللي هو واحد ومن ثم حصلنا سألنا سؤال انه لو الا من عوامل السي والبي من عوامل السي هل هذا يؤدي الى الا في البي من عوامل السي قلنا هذا الكلام وقلنا ايش السبب انه هذا ككتلة واحدة جزء من هذه وهذه ككتلة واحدة منفصلة عن هذه جزء من هذه اذا اكيد اتنتين حاصل ضرب مع بعض هي كتلة من مين من السي لكن لو كانت اللي هي فش العامل اشتركة على بين هنا بس من خاف يكون فيه تكرار بين هذه وهذه فبيؤدي الى انه ممكن هنا يكون فيه بس اتنين واحدة وهانا يكون فيه اتنين واحدة وهذه فيها اتنين وهذه فيها اتنين فلما تتكرر حاصل الضرب بصير اربعة بصير لا يقبل القسمة واضحة المرة الجاية ان شاء الله بنكمل بكون عنا المصل الى ايلر القديد السلمة وبنكمل ان شاء الله المرة القادمة نعطيك العافية